اجتماع العقد والرئيس عبدالفتاح السيسي وكان بيتابع خلاله مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية رئيس كان بيتابع كمان الموسم الزراعي الحالي وزراعات المحاصيل اللي خرجت في هذا الموسم وكمان تحديدا على موقف المخزون الستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة طول الوقت بنتكلم عن التخطيط المسبق من الدولة للحفاظ على المخزون الستراتيجي من الغذاء وفي الاعتبار طبعا مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية شوفنا ازاي ان احنا كان عندنا طول الوقت تخطيط يعني منذ فترة لأي يعني طوارق بهذا الشكل فبالتالي كان عندنا مثلا فكرة الصوامع وانشاء الصوامع طيب في هذا الاجتماع الرئيس كان بيتحدث عن استمرارية الحفاظ على المخزون الستراتيجي للدولة في السلع الغذائية تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع في سلسلة الصوامع الستراتيجية اللي موجودة حاليا على مستوى الجمهورية وده هدفه الأساسي هو الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة وأيضا تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائم كان كمان الرئيس في هذا الاجتماع يتابع الموسم الحالي لزراعة الأمح وجه بأنه يتم تحديد سعر توريد الأمح ليحقق عائد اقتصادي مجزي للمزارع والفلاح ويدعم زيادة كميات التوريد كمان كان فيه متابعة لمجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة وهذا المجمع بيضم ست مصانع متنوعة لتغطية الانتاج المحلي والتصدير والموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي وأيضا موقف مشروع مراكز تجميع البلازمة على مستوى الجمهورية سواء من ناحية الانشاء أو تجهيز وأيضا من خلال الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازمة يعني نقدر نقول أنه هذا الاجتماع كان مهتم من خلاله والرئيس بمتابعة كل ما يتعلق بالغذاء وهذا الملف المهم